وبعد هذه المقدمة السريعة، سنبدأ معكم مع أول وأهم غذاء عضوي تستزرعه شركة DXN الماليزية، وهو الفطر الريشي أو اللينكزي أو الجانو ديرما، حيث تمتلك شركة DXN أكبر مزارع عضوية للجانو ديرما على مستوى العالم. ومن الجدير بالذكر أن كلمة جانو ديرما مقسمة باللاتينية لمقطعين هما جانو وديرما، حيث تعني جانو المشع وتعني ديرما الجلد. وبدمج الكلمتين معا، فإن جانو ديرما تعني الجلد المشع، ويعود السبب بهذه التسمية من ناحية أولى إلى المظهر المشع والمشرق للطبقة الخارجية لجسم ثمرة الفطر. ومن ناحية أخرى، بسبب الحيوية والإشراق الذي يظهر على بشرة الإنسان نتيجة لتجدد الخلايا الحاصل فيها، مع الاستمرارية والمداومة على تناول فطر الجانو ديرما. وحتى أن كلمة لينكزي أو لينكتشي بالصينية تعني المشع والمشرق أيضا. بالنسبة لأهمية الفطر الريشي لجسم الإنسان، فممكن تلخيصها بكلمتين مفتاحيتين ومشتركتين مع بقية الأغذية السوبر، وهما التغذية والتنقية. غير أن الفطر الريشي يعد من أقوى هذه الأغذية وأكثرها فاعلية بالقيام بهاتين الوظيفتين الرئيستين، ولذلك يطلق عليه لقب ملك الأعشاب. فعندما نقول تغذية، فذلك لأن الفطر الريشي يمد الخلايا بأكثر من 400 عنصر غذائي هام لتكوينها الطبيعي، ولقيامها بوظائفها الحيوية على أكمل وجه، وهذه العناصر لها قدرة عالية على التغلغل لداخل جدار الخلية ونواتها والتفاعل مع مكوناتها. أما بالنسبة لوظيفة الريشي بالتنقية، فإن ذلك يتم من خلال تنشيط الدورة الدموية ورفع معدل الأكسجين في الخلايا، وكذلك تحفيز جهاز المناعة لطرد السموم ومحاربة الخلايا الضارة والشوارد الحرة والعناصر المؤكسدة المتراكمة فيها، وتسهيل التخلص من ذلك كله عبر منافذ الجسم الطبيعية.